سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملين ايه معكم عبداللطيف سعيد واهرين بكم فيديو جديد بصوا الفيديو ده انا مش طلع فيه حاجة يعني الفيديو ده مش افادة الفيديو ده دردشة انا طلع اتكلم معاكم في حاجة انا حاسر ان اعايز اتكلم عنها تمام والله حابب تشوف الفيديو كانا بيها مش حابب اقفر الفيديو امشي تمام لان الفيديو ده انا طلع اتكلم فيه على مشكلة حصلت معايا بص يا سيدي من ساعة احداث يا ستوفان الاقصى وانا حرفيا الضغط عندي يعني عايز اقولك عمالي طلعوا ينزل كأنه قصنصير ده العظيم يعني كلما يصد ضغط الليل الضغط عندي رفع لما اشوف اي خبر الليل الضغط عندي رفع بتاع فالواحد ربنا واحده اعلم في الوقت الحالي انا بمر بظروف صحية يعني ده انا بالنسبة الناس تانية لا شيء انا بالنسبة الناس تانية لا شيء فيه ناس تعبط ومرضط عارف فيه ناس تعبط فيه ناس مرضط والله العظيم فيه ناس مرضط فيه ناس دلوقتي بقت نيمة على السرير بسبب احداث اللي هو بتاع طفان الاقصى انت ممكن تحس ده ان انت ايه ده ليه يعني ليه للدرجات دي للأسف انت يمكن عشان انت مش حاسس او معندكش مش اقولك معندكش انسانية يمكن عشان انت معيتش اللي احنا عشناه اللي هو كشخص زي حالاتي عاش ايام محمد الضرة كنا بنطلع مظاهرات في الشارع تمام انت تعرف مين محمد الضرة الاول انا عارف ان فيه اجيال هتوقف الفيديو دلوقتي هتروح تبحث تشوف مين محمد الضرة ده فاهمني اكتب كده على جوجل لو انت جيل ما تعرفش لسه انت لسه جيل جديد ما تعرفش اكتب محمد الضرة هتعرف مين محمد الضرة انا بقى من اللي انا كنت بطلع من ايام محمد الضرة بنطلع مظاهرات في الشارع تخيل والله العظيم على مقتن محمد الضرة والمشهد ده لسه بيأثر فيه لحد دلوقتي فما بالك بقى ده كان مشهد واحد من سنين ولسه لحد دلوقتي انا فاكره ما بالك بقى المشهد ده احنا كنا بنشوفه ونعيط والله العظيم كنا بنشوفه ونعيط نعيط عارف انت يعني ايه نعيط نعيط فاهمني بالسبب اللي بيحصل ما بالك بقى دلوقتي اللي بنشوفه في الوقت الحالي ما يغرقش الضحكة اللي انا بتحكها دي قدامك في الفيديو او في الصبنيل او كده انا متعود من طول عمري لما انا مثلا كن متضايق او حاجة او زعلان ما بيبانش على وش دايما بتحك في وش الناس بغضي النظر بقى انا زعلان او مش زعلان انا دايما بتحك تمام دايما يعني دايما ببتسم لان ام الله رحمة قاريتلي الابتسامة في وش اي حد لو هو يوم وحش اللي بتسامة بتاعتك دي ادخل لي يومه اجمل بعد كده لما اجبرت وعرفت ان دي صدقة فاهمني يعني سبحان الله الواحد بقى بيمشي لهم بصدقات لما امشي ابتسم في وش اللي قدامي حتى النقس اللي قابلتني في مصر عارفة انا دايما بتحك قدامهم عمري ما تشوف وش مكشر الا نادرا يعني تمام فانا دايما بتعود عليك كده بس وش المبتسم ده ما اغيرش خالص اللي انا جوايا ده عامل ازاي انا بقول لك انا عندي ضغط حرفيا عمال يطلع وينزل كأنوة نصير فيه ناس بيترقض على السرير دلوقتي بالسبب الاحداث اللي بتحصل والمنفذ اللي الواحد بيتكلم فيه هو حسابه على الفيسبوك يعني او على تويتر فاكريني الفيديو اللي انا عملته قبل كده اللي انا اتكلمت فيه وقلت ان انا لو الفيسبوك افلي حسابي بسبب منشورات الكتير اللي بتتكلم عنها عن اجرام الارهاب الاسرائيلي فاكرين انتوا اللي انا قلت الكلام ده اهو الفيسبوك قبل حسابي دلوقتي بد oleh أنا اتكلم عنهم على فكرة يعني عارفت انا بالنسبة لي مش هزايوني على حساب فداهية يا ربنا يولع في ام الحساب انا مش عايزه فاهمني يعني انا اصلا طز في الحساب يتقفل لي مليون حساب ولا يهمني فداهية فاهمني انا بالنسبة لي فداهية بس انا اللي امدياني ازدواجية المعايير يعني مثلا انا هنا عايش في بلاد غربية أنا هنا عايش في البرازيل في بلاد مش عربية أنا عايش في البرازيل هنا أنا لما بشوف واحد حمر مش عارف القضية بمسكه أفهمه أقول له أنت بتدعم الإرهاب الإسرائيلي ليه يستقرب يقول لي سواني إيه مش حماس الإرهابية قاعد بقى أديله في أمثلة وأشرح له وأفهمه بالتريل وبالجغرافيا وبالكلام ده كله وأقول له من سنة 1938 كنت تسمع عن دولة اسمها إسرائيل قال لي لأ قلت لي بقى إذن الدولة دي قامت إزاي يقول لي ما عرفش أقول له ده مجموعة من الإرهاب جم احتلوا الأرض وأوريه له بقى الجرائم اللي بيعملوها بالفيديوهات وبالترجمة وبكل شيء حتى أنا على التليفون بتاعي يجي حوالي خمسين فيديو تاريخي عن قضية فلسطين والجرائم اللي ارتكبوها والمجازر ارتكبوها والكلام ده كله لأنهم إرهاب إسرائيل إرهاب حطها كده جنب بعض إسرائيل إرهاب حماس جيش دفاع وطني بيدفعوا عن أرضهم عشان يستردوها من الإرهاب الإسرائيلي اللي الفيسبوك وأمريكا بالمناسبة بيدعموه ده عرف ليه لأن اليهود شعبة مكروح وأنا هنا مش بتكلم على اليهود بالتحديد اللي هم أصحاب الديانات أنا مش هتكلم أنا ماليش بص هو رغم أن هم يعني دخلين فلسطين تمام بيحتلوها بسبب عقيدة وهي بناء الهيكل التالت عشان عودت المسيح مرة أخرى لأنها بالنسبة له من الأرض الموعودة لو أنت ما تعرفش دي تبقى مصيبة حقيقة يعني لو أنت ما تعرفش النقطة دي تبقى مصيبة فهمني وده لأنا اتكلمت على الفكرة وده كان سبب أن أنا أصلا حسابي على الفيسبوك يتقفل يعني أنا كنت نشرت البوست ده تمام بوست ما كملش نص ساعة حسابي تقفل تمام ليه لأن هم مش عايزينك أن أنت تفضح إجرامهم فهمني هم مش عايزينك عايزينك أن أنت تموت ساكت عارف أنا ليه فتحت حساب تاني على الفيسبوك لأن في واحد جاء قال لي على فكرة أنا شفت الفيديو بتاعك الأخير اللي أنا تكلمت عنه قبل كده تمام في واحد جاء قال لي على فكرة أنا شوفت الفيديو بتاعك الأخير اللي أنا تكلمت عنه قبل كده عارف ليه انا بيقول لك افتح حساب فيس بوك تاني احتياطي جنب الفيس بوك ده قلت له ليه وبالفعل فتحت الجنب يعني بعد ما اتكلمني قال لي انت عايزت حاربهم فين قلت له والله انا باتكلم وبقول يعني انا بقول له لا اقدر عليه اذا كان على الفيس بوك او تويتر او غير يعني وتويتر افل حساب والفيس بوك يعني تقريبا ده الحساب بتاعي تقفل بسبب ان انا بنشر جرائمهم تمام ودعم الفيس بوك للارهاب الاسرائيلي يعني الفيس بوك بيدعم الارهاب الاسرائيلي شكر في اليهود وشكر في الارهاب الاسرائيلي هيدعموك بص ويوصلوا منشورك للСماء يعني هتجرم الارهاب الاسرائيلي بيعملوه في اصحاب الارض اللي هم اهلنا في غزة وفي فلسطين حيمحيكمن على المنصة بشكل كامل قال لي طيب تمام انت عايزت حاربهم فين طاله والله انا مش عارف قال لي ما انت لازم تحاربهم في المكان اللي هم بيحزروكم منهم معنا كده ان انت زات تأثير انت عندك مشكلة تفتح حساب مرة واثنين وثلاثة قلت له الله يا ما عندي مشكلة ده انا بفتحها بالتليفون مش حوار يعني قال لي بس حاربهم في المكان اللي هم فيه منفعش ان انت تسيبهم كده صباح مداح لان الفيسبوك بيدوم جنسيات كتيرة يعني انا عن نفسي عندي على حسابي على الفيسبوك دلوقتي اللي انا فتحته كده اصدقاء برازلي انا بضيف اصدقاء يعني اخش كده عند اي حد بضيف صديق بشكل عشوائي لان دلوقتي بقيت ما بتكلمش فقط بالعربي بيتكلم باللغات عدة انجليزي وبرتغالي واسباني وغيره عشان الجرائم دي توصل للناس يعني انا بقيت بستغل حسابي وانا اعتمان ان انت تتعمل كده رغم ان الفيسبوك بيدعم الارهاب الاسرائيلي هو بشدة لان هو اصلا صاحب يهودي اللي هو ماركس فوكس بيرك تمام انت لازم تحاربهم بالطريقة اللي هم بيحاربوك بيها تمام انت تفتح حسابي على الفيسبوك تنشر يعني تضيف اصدقاء على قد ما تقدر من اللغات عدة انا بعمل كده دلوقتي فاهمني يعني انا اخدت دلوقتي ده انا بالنسبة لي نوع من انواع الجهاد تخيل والله العظيم يعني انا بالنسبة لي بعيدا عن ان هنا اي حد بشوفه قدامي وبيسأل يعني ساعة ما يسألني انت منين ويقول لنا من مصر يقول لي اه انت جنب مش عارف ايه وعد بقى اخد هاله واحدة واحدة لحد ما فهمه وعرفه ان هو حمار فاهمني وعرفه ان انت دي ولا ارض مععودة ولا نيلة انت في البلاص ولا فاهم اي شيء وعدت ديله امثلة ويقول له تعالى انا لو اخدت تمام بيتك وبعد كده انت جيت تاخد بيتك تاني ترجع بيتك مني هل انت كده تبقى ارهابي ولا لا يقول لي لا قلت له ده اللي بيحصل اليهود ما كانش لهم اساسا في فلسطين الا لما حد بريطانيا جات ورمت زبالتهم علينا يعني قلت لهم اساسا اليهود دول بالنسبة للأوروبيين او الامريكان دول قمامة دول نجاسة جمرة موها علينا لانه اصلا غير ما الرغبين فيهم لو انت ما تعرفش تاريخ دي تبقى انصيبة واقعد افهمهم واغلبهم جهلة اغلبهم جهلة ما يعرفوش اساسا حاجة عن الكلام اللي انا بقوله ده فانا بقعد اجيبها لهم واحدة واحدة افهمهم اعرفهم فاهمني انا انا عارف ان انا صراحة يعني انا والله العظيم جوايا كلام والله العظيم يعني عايز اقولك انا نفسي جوايا كلام لو انا بص يعني عايز اقولك انا بس مسك نفسي يعني شوف انت بقى لي دلوقتي مش عارف كم تسع دقائق عشر دقائق بتكلم معاك وانا مسك نفسي بالعافية عارف لو انا فلت فلتة هتلاقيني عديت بهجة صبر بمراحل يعني انا والله العظيم لو فلت هتلاقيني بعدي بهجة صبر بمراحل بهجة صبر ده يعقل جنبي ويتعلم كده فاهمني لايه لان انا خلاص بص هشكر للعالم كله مش هسيب لي حد في العالم ده لغير اما اشكر له هشكر واحد واحد والله هشكر لكل واحد تمام الله العظيم لو واحد زعلان يعني انا نفسي مفيش حاجة في ايدي اقدر ان انا اقدمها غير ان انا اطلع وافاهم الناس اطلع وابلغ يعني انا مفيش حاجة في ايدي غير ان انا اعملها غير كده يعني انا مش زعلان يولع الفيسبوك في ده يا الفيسبوك ده انا اتمنى اني اروح والع في صرفرات الفيسبوك بنفسي فاهمني يعني انا اتمنى ان انا اروح واولع في ام الصرفرات دي بنفسي تمام بتاعة الفيسبوك دي عشان اخلص من ام المنصة العقيمة دي فاهمني وخليهم بقى يبتدوا يعملوا كل حاجة من جديد تمام وكل ما يعملوا من جديد اوه هولع فيها فانا عن نفسي والله نفسي اعمل كده بس للأسف انا مفيش في ايدي حاجة قادر ان انا اعملها غير ان انا اقدر افاهم الناس يعني ان انا افاهم الناس دي بليها طرق مختلفة فاهمني ان انا بفاهم في ارض الواقع اخد الواحد اعطى افاهمه اشرح له اعلمه تمام على الفيسب بقيت اضيف الناس بشكل عشوائي اجانب عشان اقدر ان انا انشر بوسطات بلغات عدة اوصلوهم اللي انا حابب اوصلو تمام وده اللي قيت بعمله على فكرة بيتبضيف يعني بيتبضيف اصدقاء بشكل عشوائي اجانب عشان اقدر اوصلوهم اللي انا عايزو فده نوع من انواع الجهاد الله يعني اتمنى من الله ان هو يقبله والله انا عارف ان ده اقل شيء اقل شيء الواحد نفسه ياخد حتة سلاح ويروح معهم والله ربنا واحد اعلم عموما حسابي على الفيسبوك هتلاقيه عندكم تحت في الوصف الجديد الله اعلم ما يفضل مستمر لحد امتى ولو اتقفل هطلع اعلم عن الجديد اللي ورا وهفضل احاربهم بالطريقة اللي هم بيحاربونا بيها لان ما فيش حل يعني انا مش شايفي حل تاني والله انا عن نفسي اقسم بالله كاره ام المنصة دي اقسم بالله كاره ام المنصة دي كاره حاجة اسمها كاره حاجة اسمها فيسبوك نفسي يتضمر يولع يتمحي من الوجود نفسي نفسي الناس تبطل تستخدمه ولكن كون ان هو الاكسر استخداما وانتشارا ما فيش اي حلول تانية عشان اقدر اتواصل مع الناس وفاهمهم اللي بيحصل على مهم حسابي على الفيسبوك هتلاقيه عندكم تحت اللي حابب يضفني يضفني يا صديق انا بس طلع تقدردش معاكم لان حي كنتم خنوق فاهمني واللي خانقاني اكتر هو حوار القفل بتاع الفيسبوك يعني انا بنق الاخبار جرائم الارهاب الاسرائيلي اللي بيعملوا لاصحاب الارض اهلنا في غزة والعالم كله شاهد ان خلاص يعني انتو خسرتوا كل شيء انتو اعلاميا خسرتوا تعاطف خسرانين خسرتوا خلاص يعني انتو خسرتوا كل الاتجاهات الارض هتخسروها برضو يعني انتو خسرتوا عسكريا خسرتوا يعني انا بتكلم خنزيري الاحتلال عسكريا انتو خسرتوا اعلاميا خسرتوا فالفيسبوك بيحاربنا احنا على ايه اصلا اعلاميا انتو خسرتوا اساسا خلاص انتقال الموضوع العالم كله بتده يفوق على الهبل والجرائم والارهاب اللي انتو بتعملوه يعني مش عسكريا اعلاميا تعاطف نفس الشيء محدش اصلا فيكو خلاص انتو بقيتو مكروهين مكروهين تحتى الهند اللي بيعبودوا البقر بقوا يكرهوكم الهند اللي اولا كانوا من شوية كانوا يعني كانوا بيبوزوا جزمتكم بيعبدوكم دلوقتي الناس التادت تفوق بسبب خبائكم وان انتو خلاص الجهات كلها تفتحت عليكم فبقيتو تطيشوا في كل حد بقيتو تدخلوا في شمال في كل الناس فطبعا انتو خسرتوا كل الاتجاهات خسرتوا كل الجبهات كل شيء انتو بنيتو سبحان الله اتهد وبيتهدوا وهيتهد على دماغكم والارض هتخسروها يعني انتو خسرين الارض كده كده لان ده وعد الله الله بتاعنا اللي هو الله الحق مش المسيح الدجال اللي انتو متاظرينه عشان يطلع ده لو طلع ده بقول لكم مش عارف والله عزمي الناس تبتفكر ازاي يعني سبحان الله مكتوف في كتابهم ان هم يعني عايز اقولك هيتجمعه في مكان واحد لان ده هيكون مصرهم وربنا يعني لو الههم قال لهم انتو منبوزين في الارض ولو اتجمعتو في مكان واحد تاني هيكون نهايتكم رغم كده بيعملوها ورغم انه مذكر في كتابهم انا مش فاهم النقطة دي بسبحان الله ولا هي في خلقي شؤون انا معرفش يعني سبحان الله وعد الله حق فا يلا عليشوا عذروني على الانفعال ولكن ده اقل الشيء ده انا بقول لكم ده انا جوايا كلام جوايا حاجات عايز اقولها تعدي بهجة صبر بمراحة الله العظيم ده انا بصه ده انا يلا اكيد طبعا مش هنا لوحدي ده انا بقول لكم ده في ناس الله العظيم نايمين على السراير حرفين كتر الخضب اللي هم فيه الله العظيم انا ببلغش انا عارف ان فيه ناس هتقول ليه انت ما عندكش دم الناس اللي بتقول ليه المبالغ انت ما عنفيش عند اهلك دم انت ما بتحسش انت ما بتحسش اصلي لو انت وصلت للليفل تقول ليه يعني ألمك انت كده خلاص وصلت للمرحلة ان انت خف على نفسك انت كده مع المنافقين يا بابا والله العظيم حقيقي انت لو وصلت المرحلة دي اعرف ان انت مع المنافقين فيامني انت عارف المنافقين فين بقى في الدرك الاسفل من النار مع فرعون وهامان وشارون واليهود واعوانهم ان شاء الله انت كده معاهم في الدرك الاسفل من النار فاللوه يعني انت في اسفل مكان اللي هو يعتبر اشد عذابا فيامني فانت خاف على نفسك لو انت مش حاسس باللي احنا حاسينه ده انت خاف على نفسك انت في خطر وانت قال لي انت شايف ان انحنا بنعمله ده او الناس بتنامع على السرير ترقود على السرير التعبانة من الزعل اللي هي فيه بسبب الاحداثة اللي بتحصل وانت مش يعني بتشايف ان ده مبلغة خاف على نفسك والله انت في خطر واقسم بالله انت في خطر لانا بقول لك ده انا بص ده انا عندي جنبي بص والله الدواء عامل ازاي برشام صدع برشام الضغط وعندي هنا كان فيه برشام تاني اللي هو برشام الضغط والله بص جنبي وازاست الماء جنبي عامل كل شوية لما حس اروح واقف وده واحدة عشان يقلل الضغط شوية عامل انا وقلت شوضاع شوية فاهمني انا نفسي بتعصب فما بالك بقى يلا اشوفكم عن اخير ان شاء الله فيديو جاي ومع السلامة